أعلن تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الانتهاء من إعادة تأهيل أربعين منزلا بإحدى قرى مركزي ومدينة سقلت شرقي محافظة سوهاج بتكلفة تصل إلى عشرة ملايين جنيه يتذلك ضمن جهود تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أتمت جمعية الأرمان إعادة تأهيل أربعين منزلا بإحدى القرى التابعة لمركز ومدينة سقلتة بمحافظة سوهاج بتكلفة تصل إلى عشرة ملايين جنيه عملية إعادة التأهيل تمت بالكامل وبالمجان وشملت بناء المنزل من جديد وتقسيمه وإنشاء غرف معيشة حديثة بدأنا في تطوير المنازل من حوالي شهرين شغالين بنطور 112 بيت حاليا 72 بيت في قرية عرب العطيات وقرية أولاد يحيب مركز دار السلام والنهاردة هنا في قرية سفلاج تطوير عدد 40 منزل وإن شاء الله حاليا انتهينا من تطوير المنازل كأعمار كامل من جانبهم عبر الأهالي عن سعادتهم بإعادة تأهيل منازلهم موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من أسهم في هذا العمل الخيري البيت ده كان خصبوس وفيه تعابين وكان يوجع عليهم تعابين وبتاعدوا عقارب الله يعود عليهم الأيام بخير يا رب وبنونا البيوت وجابونا المية وجابونا صراميك ودهنونا البيوت وعرشونا خشب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقوله كل سنة وانت طيب ويعود عليك الأيام بخير زي ما عملتنا البيوت ونصرتنا وغطيتنا وسترتنا الله يسترك في الدنيا وفي الآخر إعادة تأهيل المنازل تأتي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة